بسم الله الرحمن الرحيم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج بيان للناس انتهينا في لقائنا السابق إلى أن ما فعله الخضر عليه السلام ليس من باب إن الغاية تبرر الوسيلة وإنما فعل ما فعل من باب الموازنة وإنما فعل ما فعل من باب الموازنة موازنة بين إيه؟ بين مفسدتين مفسد صغرى وهي عيب السفينة والمفسد الكبرى استيلاء الملك على السفينة فهو وقع في الصغرى احترازا من الكبرى وقع في الصغرى لهي عيب السفينة لذلك علق بها الإرادة لما قال فأردت أن أعيبها أجعلت عيبها مرادا لي دون أن تتعلق إرادتي بالغاية التي قد يفهم منها أنني فعلت ما فعلت من باب إن الغاية تبرر الوسيلة ننتبه لهذه المسألة إذن أين عيب السفينة من تفجير حي بالمقارنة أنت بتقول أنا بعمل زي الخضر بتقول أنا بعمل زي الخضر هو الخضر أغرق أهل السفينة حتى عرضهم للخطر ده هو عاب السفينة عابها جعل فيها عيب عشان الملك يزهد فيه إنما لم يقتل الملك ولم يتخير إنه يخرق السفينة كما تصور سيدنا موسى عليه السلام ده التفاوت ولذلك أنا بعتبر إن ما فعله الخضر عليه السلام اللي فعله ده يدل على مرحلة من مراحل الرشد في التماس الحكمة في الأفعال والتصرفات سيدنا موسى مش نائس علم علشان يقول له هل أتبعوك على أن تعلمني لكن قيد الطلب بحاجة واحدة أن تعلمني مما قلمت رشدة رشد الرشد أما نقول فلان رشيد يعني عاقل يعني حكيم يعني التصرفات موزونة ومحسوبة لا يمكن يتصرف تصرف يؤخذ عليه فقادي الكلام أردتوا أنا عيبها خلاص انتهينا وبذلك استنقذها من إيه من يد الملك الظالم من غير ما يحدث لا فتنة ولا هرج ومن غير ما يرتكب شيء يلام عليه إنه ويقتل الملك مثلا أو يعرض أهل السفينة للغرق وهم كانوا حملوهم بدون نول كي زي ما قالوا سيدنا موسى بقول قومهم حملونا بلا نول يعني النول يعني إيه الأجرة يعني ما خدوش مننا أجر وحملونا من غير أجل تقوم تخرق السفينة بتاعتهم طبعا ده مش مراد الخضر عليه السلام مراد الخضر إن يحافظ لهم على الايه؟ على السفينة دي مسألة الموزنة بين مفسدة ومصلحة قتل الغلام مفسدة والمصلحة حفظ الغلام والأبوين من الوقوع أو التردي في الكفر لما نقارن بين إنسان قتل ربنا قدر إن هذا الإنسان لو بقي على قيد الحياة هيكفر يبقى لو قتل يبقى في قتله مصلحة ولا مفسدة مصلحة لأنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وإيه؟ وكفرا لأرهقهما طغيانا وكفرا فمن رحمة ربنا ولذلك احنا بنقول لأي أمر متعلق بالشرع لابد من أن نلتمس الحكمة فيه ولا نتهم الحق سبحانه وتعالى فيما شرع إحنا أنا ما شوفك بتضرب ابنك ضرب شديد أو تضرب واحد ضرب شديد أي إنسان بتضربه ضرب شديد جدا قاسي هقول لك أخي اتقل له خليك رحيم إنما لو علمت أن هذا الضرب أو هذا الجلد في حد من حدود الله أستكين الاستكانة دي سببها إيه؟ أنني أعلم أن الله غير متهم على عباده فيما شرع لهم لحكمته فكون الخضر قتل الغلام ده مع أنه ما جاء في الصحيح المسلم جاء حديث في الصحيح المسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا كما قالت الآية الحديث بيقول كده طب متى يتعين الكفر؟ وهو صغير لسه؟ أم ما يكبر؟ أم ما يكبر؟ إذن قتله قبل يتعين الكفر هيبقى رحمة به ورحمة بالأبوين رحمة بالغلام ورحمة بالإيه؟ بالأبوين يبقى هذه مفسدة في ظاهرها مفسدة في ظاهرها ولكن المصلحة الكبرى أن ربنا يحفظ الأبوين من الكفر لأنه كانوا بيحبوا حب شديد جدا والولد دا لو كبر ودعاهم وكفر ودعاهم إلى الكفر سيتبعاني أو سيتبعاني لو دعاهم للكفر كانوا هيتبعوه فرحمة بالأبوين رحمة بالأبوين ورحمة بالغلام الخضر آم بالمسألة دي ختل الغلام رحمة به حيث مات على الفطرة مات قبل ما يتعين كفره والأبوين ربنا حفظهم من الآيه وبعدين المصلحة الأكبر بقى فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وأقرب ايه يبقى شوف الخضر عمل ايه وقع في المفسدة الصغرى سورية هي مفسدة صغرى احترازا من الايه؟ من الكبرى طيب نيجي بقى للصورة التالتة اللي هي الموازنة بين مصلحتين الموازنة بين مصلحتين المصلحة الصغرى أنه يتقاض أجر على إقامة الجدار دي مصلحة خاصة بيه هو والمصلحة الكبرى أنه يحفظ الكنز اللي تحت الجدار لليتيمين وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا بعض الناس يعني بيسير جدل حاول يقول لك لا مرة يسمي المكان قرية ومرة يسميه مدينة لا ده ربنا عاوز يورينا قدرته فإن الغلامين دول مش عايشين في القرية دول عايشين في مدينة وربنا مقدر لهم الكنز ده موجود في القرية عشان يورينا القدرة أنه يأتي بمن يعيشوا في المدينة إلى القرية لأنه له فيها رزق زي ما أنت بتسيب بلدك إن كنت تساكن في إقليم وبتسيبه وتسافر وبتحصر رزقك من بلد تاني يعني ما فيش موضع للجدل هنا نقول إزاي مرة يسميها قرية لهو اختلاف ها وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة مش في القرية دي لأن في القرية دي ألف أتوا على أهل قرية أتوا على أهل إيه قرية يبقى الكنز في القرية الكنز في الايه؟ في القرية والغلامين موجودين فين؟ موجودين في المدينة طيب هو أقام الجدار لأن الكنز تحته تحت الجدار ما بصش إنه هو بيعمل الحكاة دي منفعل لهؤلاء البخلاء لأنه في البداية الخاضر وموسى طلبوا منهم القرية يعني عاوزين يعني تضيفون عندكم فأبوا أبوا تقوم النتيجة إنه يعمل إيه؟ يقوم يقيم الجدار يصلح الجدار فسيدنا موسى طبعاً بيرى أفعال يرى أفعال مش عارف لها حكمة أنت قتلت غلام وفي النظره بردك خرق سفينة وبعدين عملت فعل بردك كده ما لوش حكمة إنك تقيم جدار لناس بخلة طلبت منهم القرى مرضوش ومع ذلك صلحت لهم القدر بتاعهم ها؟ فعلل سيدنا الخاضر عللك هذا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً يقول المفسرون الأب هنا بمعنى الجد السابع من جهة الأم كمان مش من جهة الأب يعني صلاح الآباء والأجداد تمتد بركته إلى الأبناء والذرية هنا لغلامين يتيمين إن شاء الله سنكمل الحديثة حول هذه المسألة في اللقاء القادم وصلى الله عليه سيدنا محمد آله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته